حرب استنزاف طويلة مرحلة جديدة دخل فيها التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في حرب الهوادة فيها خسر خلالها الحزب كبار قادته العسكريين والسياسيين في غضون أيام تقرير لوكالة رويترز كشف عن انتهاج حزب الله بعد مقتل أمينه العام حسن نصر الله لسياسة حرب الاستنزاف الطويلة مع إسرائيل متحصنا بترسانة عسكرية تتمتع بتكنولوجيا متطورة التقرير قال إن الحزب لا يزال يمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة من بينها أقوى صواريخه الدقيقة التي لم تستخدم بعد رغم موجات الغارات الجوية التي تؤكد إسرائيل أنها استنفدت ترسانة حزب الله بشدة ليس الأسلحة الدقيقة ما يمتلك حزب الله فقط فالتقرير نقل عن قائد ميداني في الحزب قوله إن المقاتلين يتمتعون بالمرونة في تنفيذ الأوامر وفقا لقدرات الجبهة كما وصف القيادة الجديدة بأنها دائرة ذيقة وهي على اتصال مباشر بالميدان وسط تكتم شديد على طريقة التواصل بين القادة وساحات المعارك خاصة بعد اغتيال غالبية القادة ليعود الحزب وينفي تقرير رويترز جملة وتفصيلا التقرير أشار إلى أن الأسلحة الدقيقة للحزب ليست كل ما في جعبته في حرب الاستنزاف الجارية فهناك سلاح فتاك يتغنى به واستطاع من خلاله تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة وفق التقرير الحديث هنا عن سلاح الأنفاق التي بنها الحزب منذ سنوات تحت الأرض وتمتد لمسافات طويلة بدقة عالية بحيث تكون كفيلة بنصب كمائن محكمة لقوات الجيش الإسرائيلي أما عن أخطر ما يجهز حزب الله له فهي حرب العصابات والقتال المباشر من المسافة صفرة فقد لفت التقرير إلى أن مقاتلي الحزب على أهبة الاستعداد لشن حرب عصابات واسعة تتبع سياسة التخفي والمباغة لقاع خسائر فادحة في القوات الإسرائيلية وفي ظل التسارع الكبير للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله تبقى جباهات المعارك هي الفيصل في تحديد ملامح أي حل سياسي قد يرسم مستقبلنا